في هذه الأرض الخضراء حل السواد على صاحبها خضير فلاح فجع ثلاث مرات تباعا بوفاة بناته طيبة، جنات، وريان فرقن الحيات بظروف غامضة الولد المرجوع لا يعلم سبب وفاتهن بعض الأطباء يقولون بسبب نبتة هم تعودوا على أكلها مذ سنوات في أرضه وآخرون يقولون نتيجة السحاية جنات توفت ورما جبتها للمستشفى تقريبا أقل لأربع عشر ساعة والثانية توفت مسافة ما رحت دفنت من نجف ورجعت يعني مسافة الليل والثالثة قاومت ثلاثة أيام دي سألهم شو التشيطات قالوا سم زراعي يا شماك لات أخذت لهم الزراع من الزراع مالتنا وعينه ويالسموم اللي موجودة مهو السم قالوا سم حيواني أخذت لهم السموم اللي عندنا مال الزراع وطابقه وياله مهو هذا الشيء حتى السبب ما أعرفه وشو المرض مالتنا والسم ما أعرفه هاي النبتة قاعدة أكل من نعتها ما لها علاقة هم يقولون خمس حبايات يعدن الوفاة إن كانت النبتة المسمات ست الحسن هي القاتلة نتيجة سمها كما قيل من بعض الأطباء لهم فكيف لم يتوفى غيرهن؟ تتساءل عائلة المتوفيات مع أصحاب البساتين البقية يتساءلون ويطالبون الجهات المختصة للقدوم إلى أرضهم لمعرفة ما يحصل والذي قد يكون وفق حديثهم بسبب سموم المبيدات وكناس لا أمام مختصين يجبون مبيدات محرمة دولية ناصلة يعني يسوي خرطة بكيفة يعني فهذا الموضوع أهم عليه لازم ضوء وتشوفون هذا الموضوع اللي قاعد يدخل السموم مبيدات الحشرية اللي قاعد الناس تسارطة من عائلة هاي سرطان من هاي يجي من هذا الزراعة ما يحصل في الأراضي الزراعية بناحية الوسفية جنوب بغداد مع تلك المخاطر إن صحت لا يضر أهلها فحسب فالمحاصيل المحصودة منها تتوزع على جميع أنحاء العاصمة والقلق الناجم عنها يستدعي تدخلا من الجهات المعنية من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر